عندي بقى الأم الفرفوشة أم الفرفوشة دي أداة طحفة جدا جدا أداة تربية اسمها روح الدعابة الأم الفرفوشة زي الزوجة الفرفوشة اللي تكلمنا عليها هتبقى زوجة فرفوشة نعمة من ربنا تبقى أم كمان فرفوشة طحفة جدا بصي عايزاك تفكري تفرحي مع عيالك بصوا جماعة عشان بس نبقى صريحة معكم اتدائي اعدادي سنوي خلاص جامعة بقى وبعدين هيبقى مجغولة وما تبقى مجغوله هو كمان ومش عارفة ايه وبعدين اللي تتخطب واللي يروح يخطب واللي يجيه ويبعده خلاص تفتح القوت مش عالية كانوا مخربين تبتعالوا بس عملوا مش عارف إذا متخربوش عارفين عارفين لما يتيجي فترة وتبقي فعلا مفتقدة فعلا فين الأولاد وفين كذا هي فترة اعملي بصمات ما تروحش من دماغ عيالك اعملي بصمات الله يبرك لها أمي الله يكرمه أبي دا كان كذا عارفين وحش الزغزغة اللي كنا بنعمله دا اللي هيزغزغ دلوقتي عيده تاني وكبار اه اللي ملمش لعبه وحش الزغزغة جاي اللي مش عارفة ايه هنعلق من الودان وحنبوس مش عارفة من ايه اللي مغسلش ايده يلا اي حاجة اي حاجة اربطها بسلوك اه اربطها بطلب اه اللي ساب مش عارفة اكله ما شلوش اللي ساب الكتب مش عارفة ايه بس طبعا لازم تتجنب الأوقات اللي فيها ايه بقى اللي مش مناسبة للهزار يعني مايبقاش هم محبطين وزعلنين ومش عارفة وايه وانا جاي اعمل فيه امتي مش حاسة بيا وخلي بالكوا رجعوا لأداة المشاك انا حاسة بيا انا شايفة الدين انت متقلم دا عندك حق بس علاج الامر دا تعالى نفكر فيه مع بعض واقلبه على طول على أداة التفكير اكسر الروتين اكسر الروتين الحياة صح ينبدري وزن وعياته ومدرسه واجباته وقوامره وقوامر اوامر وما بس اعمل اعمل ما تعملش ما تعملش وواجبات مهم الحياة كلها مضغوطة لازم فيه فرصة ان احنا نكسر فيها الروتين دا فرصة يبقى فيها ضحك يبقى نضحك مع بعض واحدة زوجة تقول لي بصي والله العظيم انا بتحق وبت بصي وبعمل كلها اما زوجة دا نيكا دي نيكا دي ابن لازين عمال يقول لي ليه ده وانت مش هتعالي وانت على طول بتهزري وانت يا عم ما تسيبها هتفرفش العيال وتعمل كذا البيت المكتوب اللي بيبقى كلها البيت اللي دايما فيه مشاكل وفيه غم وفيه كذا حلو يمي تبقى فيه ام فرفوشة دي نعمة من الله سبحانه وتعالى الام اللي دايما امتزق انا بحكي لكم دلوقتي وعندي تصور بيت ام عارفين نفسه بموجودين دلوقتي البيت كله بالاربع عيال تخش من البيت مش هتبطلوا ضحك تعليقاتهم اصلا على بعضيهم ضحك جدا حتى لما بيزعلوا مع بعض والبيت مثلا الزغيرة البنوتة تزعل ومش عارفة تعمل ايه الردودة عليها بتبقى فشات طحفة جدا وعضو بحيث انها فات بص وتسكت ما يبقاش فيه امر للزن ولا الخناء ولا اللعيات ولا تخنقنا ولا خرجونا ولا خلفتونا ليه مش يبقى فيه الكلام ده بحصت خناءة بين الاخوات اعمل ايه بص خناءة بقى ويطبس مش عارفة فك مش عارفة فك الخناءات ما بينهم اعمل ايه دور الحكة يا ايه واخد المايك بقى والان سيداتي يا نساتي ساداتي اللعب الان حمي جدا جدا وهنشوف وهنسمع مع الفريق الاول اللي بيمثله احمد بشا كعب الغزال يلا يا ابن اطلع يا ابن اقول يلا اشرح لنا ايه المشكلة عملت ايه امي الهابل اللي بتعمله ده باعمل ايه بفصل بفصل ولغبة الفصين بتوع المخ يلا هي اطلع اتكلم قول واشيله كده ها يلا واشيله واقوله وحطه كده ايه اجاي وانت بتخسلي وانت بتعمليه هدومة مبلولة وماما جينيلي واعمل وعمليني وعمالي عايط ويزن عايزك اتشيله اه بس تعالوا تعالوا انا شيلك بس كده تعالى بقى وحرب المية هم تعالى حلو الملامح انت جيتلي عشان اقلب الدنيا زي ما تبقاش كلان انت جاي وانا هغير غيري الهدوم انت جاي وانا مش عارفة بعمل انت جاي وانا مش مهم مش عايز اكل تمام جدا جدا فين شاستاكل لعبة السيارة والصاروخ وبس بسيبه لو كبرش ولا ده انا هدلقى عليه حرب التعامة فيش حرب التعامة بس يعني ايه هو كده طب كبروا اه كبروا ايه المشكلة عيش حياتك يا بنتي وشوف اي هزار ممكن يدحكه القلش مثلا لما بيكبروا تعلمي القلش ايه المشكلة قصف الجبهات مثلا بيعملوه مرحلة اعدادي 12-13 سنة حرب المخدات ولا حرب المياه حرب المخدات مع الكبار حرب المياه بقى وشوف الشباب بحرب المياه يقربولك الدنيا والسجاج راي طبعا زي ما انا قلتلك الوقت المناسب والوقت المش مناسب اليوم اللي هم فيه زعلانين قوي محبطين عايزينك بس تشارك المشاعر قبل ما يخشوا طبعا في مود الغن والحسن انت تبتدي تعملي الكلام ده انك تبقى فيه عندك فرح ويطبي ام فرفوشة ويتمارسي هويتك في الفرفشة ام فرفوشة لما يفهمه كلامك لما يبتدي الطفل يفهم الكلام يطلب مثلا انك تعرفها لما الطفل يطلب انك تهزري معاه عارف ايه انه محتاج انه يكسر روتين حيبا ماما ما تيجي نهز ما تيجي ماما بلاش وغنب بقى ماما كزا بقى الله يخليك يا حاجة بقى يبقى هو محتاج ولو طبعا خلي حتى نوايا في حاجة زي كده ايه ادخال السرور ادخال السرور على قلب اولادي وان انا فرحة وليبقى البد في فرحة ميبقاش دايما هم وغم لان الحياة كلها صراحة هم وغم خليني حتى نفرحهم ونعمل بصمة تحبوا بصمة فرفوشة وتوبي ام فرفوشة بجدد